السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الكرام وأخواتي فاضلات معكم أصبح صادق وصلنا إلى الجزء الخامس من مكونات أنظمة الـ RF وفي هذا الجزء إن شاء الله سنتحدث عن مجموعة من المكونات الضرورية والمهمة في تصميم كل دوائر الترانسمتر والريسيفر في أنظمة الاتصالات الراديوية نلوع على أول من المكونات اللي هو الـ RF دوبلر اللي هو من اسمه يعني فقط يقوم بمضاعفة الإشارة الداخلة إلى يعني إليه بحيث أنه يعطينا ضعف التردد الذي يعني دخل إلى الإشارة في الأساس طبعا هو يعتبر non-linear circuit دائرة غير خطية بحيث أنه الإشارة المدخلة يتم توليد يعني إشارة أخرى مشابه لها تماما من ناحية وغيرها من الأشياء الأخرى ولكنها فقط ستكون بضعف التردد طبعا هذا الشيء راح يكون مفيد جدا عندما يكون لدينا الـ oscillator يعني الـ crystal oscillator يستطيع الوصول إليه في التردد معين ولكننا نحتاج إلى تردد أعلى من عنده فالإشارة التي يقوم الـ oscillator بتوليده نستطيع أنه نقوم بمضاعفة التردد الخاص بها من خلال استخدام الـ frequency Doppler وهذا الشيء طبعا مفيد جدا عند التعامل مع الترددات العالية جدا طبعا هنا التردد الذي نحتاجه والذي نريد أنه نقوم بمضاعفته يمكن اختياره من خلال الباند باس فلتر يعني فلتر من نوع باند باس اللي هو two times the input signal اللي هو يعني ضعف الإشارة الداخلة إلى الـ frequency Doppler الـ frequency Doppler يعني هذا من ثلث ما واضح هنا أنه الإشارة الداخلة إليه ستكون بتردد معين الإشارة الخارجة من عنده ستكون بضعف التردد يعني هو ضعف بالضبط طبعا هنا المواصفات الرئيسية الخاصة بهذا النوع من الأجهزة هو الـ input frequency التردد الدخال الخاص به والـ output power كذلك الـ power الخارجة من عنده وكذلك الـ conversion loss اللي هو يعني مقدار الـ loss أو الضياء الذي يحصل أثناء عمية التحويل المكون الآخر من مكونات الـ RF components أو الـ RF circuits اللي هو ما يسمى بالـ RF front end modules اللي هو الأجزاء الخاصة اللي يسموها front end أو النهاية الأمامية طبعا هذه تعتبر واحدة من أهم الأجزاء الموجودة في أنظمة الـ RF عادة طلبة الدراسات العليا طلبة الماجستير الدكتورة الباحثين يعني كذلك حتى المهندسين الذين يعملون في أقسام الـ research and development بأقسام البحث وتطوير فيها الشركات المختصة في تصميم وتصنيع أجهزة الـ RF حتى على مستوى الطالبة في الدراسات الأولية لمشاريع التخرج كلهم يحتاجون كل هذه المكونات اللي تحدثنا عنها لحد الآن لأنه يعني شيء أكيد أنه عندما يقوم بتصميم أي دائرة إلكترونية خاصة بتصميم يعني بترانسبيتر أو ريسيبر هم راح يحتاجون هذه الأجزاء أو هذه التفاصيل اللي تحدثنا عنها لحد الآن واحدة من أهم هذه التفاصيل هو مثل ما ذكرنا الـ front end module طبعاً هنا تلاحظون بأنه لها أشكال مختلفة أحجام مشكلة مختلفة واستخدامات مختلفة طبعاً هذه عادة هي يعني ليش يسموها front end النهاية الأمامية لأنها توضع ما بين الأنتنة والـ digital base band الـ digital base band مثل ما ذكرنا يعتبر كهو المكان الرئيسي الذي يحصل فيه كل الأعماليات الرئيسية الخاصة بالفلترينج الموديوليشن الـ up conversion إلى آخره وبعد ذلك تيجيك الـ front end وبعد ذلك مباشرة ترتبط إلى الأنتنة يعني هنا طبعاً من هنا تأتيك كل الأشياء الخاصة بالدائرة الرئيسية طبعاً وهنا طبعاً الـ output راح يكون عندك مباشرة إلى الأنتنة يعني هو آخر جزء يرتبط بالنظام وبعد ذلك يربطه بالأنتنة أو الهوائي اللي هو يعني يقوم بإرسال الإشارة بشكل نهائي ونفس الحالة بالنسبة لطرف الإستلام أيضاً راح يكون هو الأنتنة اللي هي تستلم مباشرة يدخل على يعني front end ومباشرة بعد ذلك يدخل إلى بقية أجزاء النظام طبعاً هذه راح تكون مثل ما ذكرنا متوفرة بأشكال مختلفة بأحجام مختلفة بتفاصيل مختلفة حسب الحاجة لكل تطبيق الأشياء اللي ممكن تكون موجودة في داخل front end modules هي power amplifiers مضخمات القدرة يعني low noise amplifiers مضخمات وضعات الطوضاء switches موجودة في داخلها filters يعني المرشحات power detectors balloons وغيرها من المكونات الأخرى اللي شرحناها لحد الآن كلها ممكن تكون هي جزء من هذا front end module فهذه أيضاً ضرورة جداً مهمة جداً معرفتها ومعرفة تفاصيلها أيضاً قدم بفد شيء يسمونه hybrid coupler اللي هو عبارة عن يعني damage أو يعني جامع حجين للإشارات هنا نتلاحظ بأنه يكون عندك إشارة input وممكن هذه طبعاً بعد ذلك تتعرض إلى يعني loss بمقدار سالب 3dB أو يعني سالب 3dB بنفس الطور أو سالب 3dB بطور بمقدار 90 درجة hybrid coupler هنانا ممكن تكون أيضاً 180 درجة الفرق يعني بيناتهم بين الـ input والoutput يعني كphase difference النوع الآخر أيضاً من المكونات اللي هو ما يسمى بال impedance matching pads اللي هي يعني وظيفتها هي موائمة الممانعة عادة نحن نعرف أنه كل واحدة من هذه المكونات اللي تحدثنا عنها لحد الآن ذكرنا أنه في أغلبهم كان لدينا واحدة من التفاصيل الرئيسية اللي نازم أنه نبحث عنها هي الـ impedance الممانعة اللي هي تمثل أقصى شيء تستطيع هذه الدوار العمل معه فهنا طبعاً إذا كان لديك ثنين مكونات الـ impedance الخاصة بكل واحدة منتهم هي مختلفة عن الأخرى تحتاج أنه يكون عندك هذا الجهاز الوسطي اللي تكون بيه مثلاً يعني الإشارة الداخلة بـ impedance معين والإشارة الخارجة بـ impedance آخر فهنا نرى فقط الغرض الرئيسي من عنده أو الهدف الرئيسي من عنده هو أنه يعمل موائمة لـ impedance أو الممانعة يعني طبعاً طبعاً هنا مثل ما ذكرني أيضاً وهي متوفرة وعادة تستخدم لـ connectorized and surface mount configurations يعني تكون مفويتة جداً بالنسبة للربط السطحي أو الأجزاء القابلة للربط مع بعضها البعض الآخر مثل ما واضح هناك يعني أكعدك two ports يعني انبوت وأوتبوت وهذا الـ impedance matching هو وظيفته أنه يغير لك الـ impedance الخارجة من جهاز معين لكي تطابق الـ impedance أو الممانعة الخاصة بالجهاز الآخر الذي ستدخل إليه بعد ذلك أيضاً لدينا ما يسمى بالـ RF inductors اللي هي يعني الـ inductor اللي هو موصل لإشارة طبعاً هنا هو عبارة عن مكون passive يعني خامل هدف الرئيسي أو الهدف الرئيسي من عنده هو فقط stores energy يعني يقوم بحفظ الطاقة في الـ magnetic field يعني في الحقل المغناطيسي طبعاً أشكالها كثيرة مختلفة عادةً هي تستخدم مع الترددات العالية أكثر ما ما تستخدم مع الترددات الواطئة وهذه رح تكون مفيدة جداً أكثر من الـ regular inductors يعني أكثر من الموصلات الاعتيادية لأنها يعني مفيدة جداً مع الـ high frequency مع الترددات العالية طبعاً بالنسبة للناس اللي هم مطلعين على تفاصيل الترددات الراديوية وعلاقتها بالإشارة يعني بالـ يعني الـ cellular networks الشبكات الخلوية أنتم تعرفون أنه مثلاً الـ 1G كانت بترددات معينة الـ 2G كانت بترددات أعلى الـ 3G ترددات أعلى الـ 4G الـ 5G الـ 6G دائماً نحن نتجه باتجاه higher frequencies فمن نشوف أنه هناك مكون معين يشتغل مع higher frequencies هذا أكيد نهتم بأكثر بالنسبة للناس اللي هم مخططين أنه يشتغلون في مجال الـ RF design في المستقبل لأنه كل ما نتجه للمستقبل كل ما نستخدم ترددات أعلى في هذا المجال طبعاً أيضاً التفاصيل الرئيسية الخاصة بالـ RF inductors هي الماونتينج طريقة الربط وطريقة التثبيت الخاصة بها في الدوائرنا يعني أو البوردات الـ inductance اللي هي التوصيلية الخاصة بها الـ DC resistance المقاومة الخطية والـ self-resonant frequency اللي هو التردد يعني اللي يسبب الـ self-resonant اللي هو الرنين الذاتي أو التوائم الذاتي أيضاً لدينا فتشي يسمون الـ RF isolators اللي هي العوازل الخاصة بالـ RF يعني هذه الـ inductors الموصلات الـ isolators اللي هي عكس الشغلها طبعاً هنا عبارة عن جهاز هو يسمونه يعني جهاز له اثنين منافذ منفذ إدخال ومنفذ إخراج يستخدم طبعاً هو لحماية مكونات الـ RF في النظام من الإشارات المفرطة أو الإشارات العالية أو الإشارات الراجعة من طرف الإخراج الهدف الرئيسي من عنده هو أنه يعني يمنع الإشارة من أنه ترتجع من طرف الـ output يعني يسمح أنه الإشارة مثلاً اللي ذاهب من الـ port 1 إلى الـ port 2 يخليها تسير بهذا الاتجاه باتجاه واحد ويمنع أي إشارة أخرى يعني يقوم بامتصاصها absorption أو isolation يعني عزل وامتصاص الإشارة الراجعة من طرف الإخراج يعني إذا كانت الإشارة الداخلة إليه من بورت معين تدخل بهذا الـ port فبعض الأحيان هناك تكون عندك فد impedance فد ممانعة معينة في طرف الإخراج تسبب رجوع بعض الإشارة هذا طبعاً هو وظيفة أنه يمنع الإشارة الراجعة أنه تعبر أيضاً من الـ port 2 إلى الـ port 1 ولذلك يسمونه الـ RF isolator طبعاً هذا هو ضرور جداً مفيد جداً مهم جداً لحماية المكونات الداخلية لدوائر الإلكترونية الخاصة بالـ RF من الـ excessive power اللي هو يعني الـ power المفرطة التي يمكن أن تسبب حرق أو احتراق هذه الأجهزة طبعاً الـ parameters الخاصة بها يعني أهم تفاصيلها أو أهم الـ parameters المتعلقة بها هي الـ isolation قابلية العزل الـ insertion loss الخسائر التي تسببها يعني يسبب بما أنه هو جهاز ويتمر به الإشارة فأكيد هو سبب النفذ loss معين فد خسائر في الإشارة بـ DP كل ما كانت الخسائر أقل كل ما كان هذا الشيء أفضل طبعاً الـ power القدرة الخاصة به وكذلك الـ configuration طريقة ربطة وطريقة دمجة مع الدوائر الإلكترونية الأخرى المكون الآخر أدنى اللي يسمونه الـ RF limiter اللي هو من اسمه يعني هو محجم أو مقيد للإشارة بحيث أنه يمنع الإشارة الداخلة أو الخارجة من أن تتجاوز في حدود معينة طبعاً هذا هو الهدف من عنده هو حماية المكونات الألكترونية من الـ stray signals الإشارات الشاردة أو الإشارات التائهة بحيث أنه يعني يقيد لك الـ amplitude أعلى شيء يتصل إليه الإشارة يقيد بحيث أنه إذا تجاوزت الإشارة هذا المقدار رح يقوم بقصها يعني يقطعها أو يوصلها فقط إلى هذا المقدار طبعاً مثل ما ذكرنا الهدف من عنده هو أنه في طرف الاستلام خصوصاً عندما يقوم الأنتنة باستلام إشارة معينة تدخل بعد ذلك على الـ front end بعد ذلك تدخل ضروري جداً أنه تدخل في البداية على limiter بحيث أنه إذا كان هناك أي amplitude أي مقدار عالي للإشارة ممكن أن يسبب حرق الأجهزة أو يكون هو يعني out of the range of their work يعني بعيد عن نطاق عملها يقوم بتقييدها وحجبها وعزلها وفقط ينزلها الإشارة إلى المستوى الذي تستطيع الدوارة الإلكترونية التعامل معه طبعاً هنا أنا أقول لك عادةً يعني بأنه في الـ receive chain في سلسلة الاستلام عادةً تتكون من مجموعة من المكونات من ضمنه اللي هو يعني يكون صغير جداً وحساس بشكل كبير جداً وبالتالي هو فقط يتعامل مع الـ power يعني معدلات الـ power الواطئة جداً القادمة من الأنتنة على موض نقدر نمنع نحمي هذا الجهاز اللي هو الـ low noise amplifier LNA نحتاج أنه نقوم بحمايته باستخدام الـ limiters من الـ sudden surge يعني من الانبعاثات القوية أو الإشارات المفاجئة اللي بيها باور عالية جداً هنا طبعاً راح يكون هذا الـ limiter مفيد جداً قبل ما تدخل الإشارة على الـ LNA أو الـ low noise amplifier أكثر الأشياء أو البرامتر اللي نحتاج أنه نراعيها في الـ limiters عند اختيار الـ limiter المناسب هي الـ input power شقد يكتر يستوعب power إدخال أو الـ threshold level شقد مقدار الـ threshold الخاص به يعني احنا شقدر نريد نزل الإشارة وما هو الـ limit الذي نريد الوصول إليه وبعد ذلك نتوقف أو نقطع الإشارة اللي أعلى من عنده اللي هو يسمونه الـ threshold level يعني مستوى حد العتبة أيضاً الـ flat leakage اللي هو التسريب المستمر أو المستوي والـ spike leakage اللي هو أيضاً التسريب اللي هو يكون يعني spike يعني كأنه نبضة واحدة أو دفعة واحدة هاتش يأتي بشكل مفاجئ وبطيء يعني مفاجئ وقصير المدة سمونا spike يعني أخيراً الـ type النوع الخاص به الـ limiter بعد ذلك عدنا أيضاً فتش يسمونه الـ RF mixer اللي هو مثل من اسمه يعني هو مكون غير خطي طبعاً يستخدم للـ up conversion أو الـ down conversion هذه المصطلحات مهمة جداً حاولوا أنه تذكروها را تكون مفيدة جداً بالنسبة لكم الإشارة اللي تطلع عدنا بعدها تخضع لعملية filtering والmodulation وconversion وغيرها نحتاج أنه نعمل لها up conversion بحيث أنه نقوم بجمعها مع الإشارة يعني إشارة أخرى يعني كأنه نسوي لها modulation أو نسوي لها up conversion في طرف الإرسال وبعد ذلك نسوي لها down conversion يعني تحويل نازل تحويل صاعد وتحويل نازل تحويل النازل طبعاً راح يكون في طرف الاستلام طبعاً هذه الـ frequency اللي هي جايتني اللي هي input frequency أو يعني إشارة الإدخال بتردد معين يتم دمجها مع الـ local oscillator مع الإشارة اللي جايتني من الـ local oscillator هذه بالحقيقة هي بالضبط ما يحصل في عمية الـ modulation التضمين أنه هنا الإشارة التي أريد إرسالها نحتاج أنه ندمجها مع الإشارة اللي نسميها carrier frequency التردد الحامل اللي يجيني من الـ local oscillator طبعاً تندمج من خلال الـ RF mixer هو يقوم بدمجها يعني هنا تدخل الإشارة وهنا تدخل إشارة ثانية يجمعها ويطلع للـ output هنا طبعاً الإشارة الخارجة من عنده اللي سميناها الـ up conversion هي بالحقيقة راح تكون عبارة عن الإشارة الأصلية الـ RF زائداً إشارة الـ local oscillator يعني عبارة عن جمع الـ input signal الإشارة الأصلية اللي تريد إرسالها زائداً carrier frequency التردد الحامل الذي يأتيني من الـ local oscillator المذبذب المحلي هذا في طرف الإرسال اللي هو سميناها up conversion في طرف الاستقبال اللي هو down conversion أيضاً الإشارة اللي راح تجيني راح أنقص منعتها الـ local oscillator يعني أخذ منعتها أو أفصل منعتها carrier frequency التردد الحامل أنا مدحصة للإشارة الأصلية اللي أنا أريدت أنه أرسلها في يعني في المسار الأول طبعاً هنا عادة الـ receivers لأجهزة الاستلام تستخدم الـ RF mixers أنا مودة تساولنا down conversion لأنه عندما تقوم باستلام high RF frequency أنا مودة تنزلها إلى low frequency for easy processing يعني عندما تستلم في الإشارة ذات تردد عالي تنزلها إلى تردد واطئ أنا مودة تكون المعالجة الخاصة بها أسهل بكثير طبعاً بنفس الحال أيضاً يعني في طرف الإرسال طبعاً يقل لك أيضاً نقوم بتحويل الإشارة up conversion حتى تقدر أنه توصل يعني لمسافات أبعد يعني بالضبط حتى نقدر نحقق كل الفوائد المطلوبة من المودوليشن اللي تحدثنا عنها أيضاً في فيديو مستقل أنه لماذا نستخدم المودوليشن أصلاً يعني في عملية الاتصالات بصورة عامة الـ parameters الخاصة بالـ RF mixers هي الـ frequency تردد الذي تعمل عليه الـ conversion أو الـ loss والـ gain يعني إش قد رح يكون عندك فت عملية تحويل الـ up conversion والdown conversion إش قد رح يكون الـ gain المتحصل وإش قد رح يكون الـ loss المتحصل يعني الربح أو الفوائد والخسائر التي تتعرض لها الإشارة مقدار الـ isolation مقدار العزل الذي يحصل ما بين الـ transmitter و receiver وكذلك الـ local oscillator drive power إش قد مقدار الـ power الذي يمكن استقباله من الـ local oscillator المذبذب المحلي لكي يتدخل بعد ذلك إلى الميكسر أيضاً عدنا فتشي سمونا الـ frequency multipliers اللي هو الهدف الرئيسي من عنده هو فقط عملية الضرب لإشارتين يعني هذا الجهاز يستخدم لإنتاج فت إشارة هي عبارة عن حاصل ضرب إشارتين اللي هي الـ onboard signal وفت إشارة أخرى طبعاً هذا يسمونه frequency multiplier يعني من اسمه يعني ضارب الترددات بحيث أنه الإشارة الناتجة رح يكون حاصل التردد الخاص بها هو ضرب الترددات وليس مثل الميكسر، الميكسر كانت هي عبارة عن جمع يعني نقل لك هنا بأنه هي عبارة عن ما جمع أو طرح أما هذا الملتبلاير فلا، راح تكون هي عبارة عن ضرب وهنا هذي الدائرة الإلكتروني الخاصة بي يعني مكون داخلي للملتبلاير طبعاً هو يجي على شكل يعني فد جهاز مستقل يتم ربطه إلى الدائرة بشكل رئيسي الـ specifications أو المواصفات الخاصة بيه هي أول شيء الـ onboard frequency ترددات الداخلة طبعاً هنا ضروري جداً أنه نلاحظ أنه دائما الـ specifications أو الـ parameters لكل هذه الأجهزة أغلبها هو يعتمد على الـ input frequency أو الـ frequency المستخدم يعني ضروري جداً أنه ما نستخدم الأجهزة بترددات مختلفة أو بـ impedance مختلفة أو بـ power level مختلفة حتى ما نسبب احتراق الأجهزة أو حصول عطب في الدائرة بشكل رئيسي هنا أيضاً ضروري جداً نعرف الـ multiplying factor، معاملات الضرب يعني شقد هذي رح يضربهم بنفس المقدار بمقدار مختلف يعني شقد رح يزيد عليها شنو الـ power، شنو الـ gain، شنو الـ loss الخاص بيها أيضاً الـ output power، الـ power الخارجة، هل هي رح تكون أيضاً مضروبة لو رح تكون هي نفسها رح تكون تتبع الأكبر تتبع الأصغر شنو رح يكون تأثر الـ power بضرب الترددات أيضاً هذا شيء ضروري جداً معرفته لهذه الأجهزة بصورة رئيسية بالنسبة للـ frequency multipliers، ضاربات الترددات، هناك وعدنا اثنين أنواع رئيسية وهو الـ active multiplier والpassive multiplier، الضارب الفعال، الـ active والpassive إذا تذكرون، نحن ذكرنا في المحاضرات الأولى في هذا الكورس أنه الفرق ما بين أجهزة الـ active والpassive أنه الـ active تحتاج power supply وتقوم بفد شيء معين على الإشارة أما الـ passive فهي ما رح تسوي شيء فقط تستلم إشارات اثنين تضربهم وتضيق الناتج يعني هذا ممكن أنه يسوي لي فد gain معين على الإشارة، ممكن أنه يسوي لي فد تعويض عن الخسائر التي تحصل هذا ما رح يسوي أي شيء طبعاً فقط رح يضرب الإشارات ويضيق النتيجة بغض النظر عنه شنو اللي صار فيها الإشارة من الـ insertion loss أو بغيرها من المشاكل الأخرى أو الـ interference أو هذه الأشياء هذا تقريباً هو كل ما يخص الجزء الخامس من مكونات الدوائر الـ RF إن شاء الله في المحاضرة القادمة رح نبدأ بالجزء السادس ونكمل باتجاه بقية المكونات اللي كلها رح تكون هي مفيدة ومهمة في بناء أي دائرة الإلكترونية خاصة بأجهزة الـ RF بصورة عامة فخليكم لنا، تحياتنا الجميع، وشكراً جزيلاً ومع السلامة